الآن نتواجد في منطقة الرأي وحديث اندلعها تقريبا في الساعة الثامنة صباحا ومستمر إلى الآن مصنع أتى على أربع مصانع تقريبا هناك حديث أو معلومات أولية عن سوء التخزين هو السبب الرئيسي هناك حالة تقريبا أحد العمال الموجودين يقيل حارس المصنع أو حارس البناية تعرض إلى حريق ونقل إلى الفور على المستشفى الحديث في هذا المكان كثير جدا ما زالت فرق الإطفاء في كثير من الإدارة العامة الإطفاء يكافحون هذا الحريق تفاصيل أكثر مع العقيد خليل الأمير مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للإطفاء عقيد خليل أهلا وسهلا بك ويعطيكم العافية وعساكم على القوة يريد تشرحنا بالتفصيل أسباب الحريق ومتى جاءت لكم بداية الخبر اندلاع الحريق أهلا وسهلا بك والله أعطيكم العافية مشكلة على هذه التغطية الحمد لله رب العالمين يمكن تلقينا البلاغ اليوم في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة وصلت أول فرقة إطفاء في غضون أربع دقائق مركز شويخ الصناعي كافعوا طبعا الحريق التي تمت تقسيم الفرق إلى فرقتين انغاذ وحريق في غضون ساعات الأولية تمت السيطرة الكاملة على الحريق الحمد لله اللي يهمنا للأمانة الإصابات يعني في خلال يعني سواء في صفو رجال أطفاء أو العامة العامة لم تحصل إلى الآن حسب شاحب المستودع يقولنا فيه أشخاص داخل لم يخرجوا فيما بعد راح تحصل إن شاء الله من قبل رجال أطفاء بعد الانتهاء من هذا الحادث الانتهاء خلال إن شاء الله الدقاغ المقبل إن شاء الله في صفو رجال أطفاء يجد هناك عندنا حادث المصاب من الإدارة العامة للأطفاء تم علاجه في فرق الموقع الحادث الحمد لله يمكن القطاعات الموجودة في الإدارة العامة للأطفاء كل حسب اختصاصها قائم على قدم نساق بالتواجد وأهمها التحقيق في الحريق إن شاء الله في غضون الساعات المقبلة سوف يعطوننا الأسباب والحمد لله نتمنى السلام للجميع وللأسف الشديد هناك في بعض المركبات اللي أعاقت عمل رجال الأطفاء تم انتشالها من قبل وزارة الداخلية مشكورين للإخوان وأيضا انسيابية الطريق من خلالهم الطوارئ الطبية غاموا في عملهم على أكمل وجه نتمنى السلامة للجميع طبعا إن شاء الله دائما وأبدا الأمور اللي تتعلق في السلامة والسيفتي يفترض أن الأمن الموجودين هنا دائما يحرصون على السلامة بالنظر في إذا كان هناك أي خلل يصلحون قبل لا يبدأ أو تنشب مثلها الحوادث هذه عقيد خليل إلى الآن المعلومات الأولية تشير سوء التخزين وأيضا إذا كان هناك لديكم معلومات عن وجود حالات وفاة أو إصابات هناك من يقول أن حارس البناية تضرر أو احترق ونقل إلى المستشفى هل معلومات أولية عن إصابات أو حالات وفاة أو كذا للتأكيد مثل ما ذكرنا طبعا هذا عمل الأخوان في غطاء الوغاية سوف يقوم في تمشيط كل المستودع إن شاء الله فيما بعد ويعطونا طبعا يعني معلومات أولية إنما طبعا يعني الحوادث أو خللنا نقول الأشخاص اللي داخل الموقع من خلال مكافحة شباب غطاء المكافحة إلى الآن ما أعثروا على أي شخص ورح يتم طبعا يعني التفتيش والتغلغ الداخل المستودع بشكل مستمر إن شاء الله حتى إن شاء الله نتمنى أن ما تكون أي وجود أي جثة أو أي حالة وفاة إنما هذا عملنا وراح نقوم فيه على أكمل وجه إن شاء الله عقيد يعني أعتقد كان هو مصنع أتى على أكثر من مصنع هل هذا صحيح أم هو مصنع واحد فقط هو طبعا مستودع وليس مصنع مستودع بترك الماويات ومواد محتويات سرعة الاشتعال الحمد لله يمكن الشباب حاصروا الحريق وهذا من أهميات الأهمية القصوة أن يحاصروا الحريق قبل انتقاله من المستودعات الأخرى تقريبا على النسبة كبيرة تمت السيطرة على الحريق وحاصره عساس أنه لا ينتقل والحمد لله يمكن الخسائر قد تكون كبيرة وإنما أهم شيء اللي همنا إحنا ما تكون وفيات إن شاء الله عقيد بالنسبة للإدارة العمل الإطفاء وكم فريق تم قام بإطفاء هذا الحريق نعم هناك طبعا ست مراكز إطفاء ما يقارب عن 150 رجل إطفاء وتقريبا أربعين آلية أيضا إلى الآليات الإسناد موجودة والحمد لله يمكن بحرفية رجال الإطفاء وكفاءتهم قاموا بالساعات الأولية لمحاصرة العريق والانتهاء مننا إن شاء الله عقيد خليل الأمير كل الشكر لك وشكرا على تواجدكم وعساكم على القوة كان معنا على الهواء في هذه التقطية المباشرة من منطقة الراي وحريق أحد المستودعات أو المصانع العقيد خليل الأمير مدير إدارة العامة العقاة العامة